لنقاش هذا الموضوع يسعدني أن أستضف هنا في البلاتو بأل أستاذة حاجي مسعودة باحثة في قضايا المجتمع أهلا بك سيدتي أهلا بكم شكرا على الاستضافة ورمضان كريم للمجتمع الجزائري يمكن أنه من عادة الفرد منه أن يقوم صباحا لتفقد آخر الأخبار عندما تابعته للأخبار التي يتم تدولها بصفة يومية وآنية يمكن لها تأثير سلبي على الفرد كيف سيكون هذا التأثير السلبي خاصة مع تدعيات كورونا وكذلك حتى بالنسبة لتدعيات الحرب في أوكرانيا بسم الله الرحمن الرحيم أولا موضوع جد هام وخاصة نحن عانينا فطرة عصيبة جدا مع وباء كورونا كان عليها أثر سلبي على كل فرد في المجتمع خاصة الجزائر نحن لا يتجزأ من العالم يعني أن علاقة تأثير وتأثر علاقة تأثير وتأثر تعتمد أصلا على الحالة النفسية اللي يعيشها الفرد إحنا شفنا باللي الحرب في أوكرانيا حقيقة رهى مع روسيا بعيدة جدا عننا ولكن الأخبار اللي نشوفوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأثر على نفسيتنا يعني تأثر بطريقة سلبية لأنه رح نخمه إذا كانت هناك حرب عالمية حرب عالمية رح تشمل الجزائر كدولة من ضمن دول العالم وبالتالي الفرد يقول لي يفكر التفكير وش رح يصرم بعد يفكر في أمور ما زال ما لحقنا لهاش حرب عالمية ثالثة حرب نووية نعم وهذا رح يأثر على نفسيته يعني رح يقول لي يدخل في الكآبة يدخل في عوامل كثيرة جدا تأثر على العمل انتاعه والنشاط تاعه وتأثر على دوره في المجتمع لأنه كل فرد في المجتمع عنده دور يؤديه في المجتمع يعني مثلا نعطيك مثال إذا كان شفتي خبر حادث مرور أو تتأثري طبعا عندما تدخلي للعمل هذه كل الخبر اللي قريتيه في مواقع التواصل الاجتماعي يبقى معاك طوال اليوم يؤثر على مردودية الفرد نعم يؤثر عليك في عملك ما تأديش عملك كما ينبغي يؤثر عليك في علاقاتك الخاصة يعني مع صباح ربي تشوفي أخبار سيئة نفسيتك رح تستاء معناها تولي مراكيش مليحة نهار كامل لذلك احنا من خلال يعني البحوث اللي أجريتها أنه الفرد لازم دايما يقرأ خبر أو يقرأ شيء يعني يعني أو تقابله معلومة معينة نعم ما لازمش يخزنها في العقل لأنه التخزين في العقل رح يأثر علي رح تأثر عليك يوم كامل لكن عندما تقرأ الخبر وتعاود أنك ترجع للواقع تاعك ما تعيش الشمعة الخبر يعني ما تخزنوش في العقل ما لازمش يتخزن لأنه إذا تخزن رح يأثر على نفسيتك لكن إذا تجنبته أو غيرت الأمر يعني ما تفاعلتش معه بطريقة لتأثر في نفسيتك هنا رح تكون يعني نبعده الأثر النفسي السلبي في حياتنا اليومية أنت أثرت نقطة جد مهمة بما تعلق بكل المواقع الإلكترونية وكذلك حتى بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي صار الفرد لا يتجزأ من حياته هذا السير الكبير من المعلومات لنقول اليومية فقط الآنية تسبب كذلك نوع من الضغط على عقل الإنسان نعم لأنه كثرة أنت تتخيلي شخص كأنه عايش مع كل هذه المعطيات يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا الهاتف ما أصبح جزء لا يتجزأ منه يعني ما تقدرش تخلي الهاتف ولو ثانية دائما في يد الفرد هذا يأثر كثير كثير على نفسية الإنسان لماذا؟ يأثر على العقل انتاعه العقل البشري يتأثر يتأثر على نفسيته أيضا لماذا؟ لأن الذبذبات التي تخرج من الهاتف تأثر حتى على صحتنا الهاتف أصبح خاصة مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كأنها هاجس مريب للكيان البشري ككل لماذا؟ لأنه فيهم يعني فيها معطيات كثيرة جدا يصعب على العقل أنه يخزنها كاملة يعني تخيلي أنت كأننا تفوق قدرة العقل البشري تفوق قدرة العقل البشري وهنا راح تلقى الإنسان يضاعف المجهودات التاعه بش يستوعب كل الأمور وهنا يضر العقل البشري نوع من الإجهاد الفكري؟ الإجهاد الفكري مثلا نعطيك مثال كائن المراحقين اللي راهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما يسمعوا موسيقى هذه الموسيقى تأثر على نفسية الفرد ويصبح مدمن لها مدمن الإدمان يعني وهذه الموسيقى لو ما يسمعهاش يوميا يحس بلي حاجة نقصاته تدريجيا يدخل في حالة اكتئاب وهذه الحالة على الاكتئاب ما تمرش مرور الكرام يا إما فيها انتحار في وسط المراحقين ونحن شاهدناها في العالم يعني حالات عديدة يا إما ينعزل تماما عن الأسرة تاعه وعن الأب والأم والإخوة وهنا تحدث مشاكل يمكن أن يصطلح عليه بالتوحد المتأخر نعم هذا الشيء الذي الخبراء مؤخرا قال لك فعلا مواقع التواصل الاجتماعي أو لإنترنت ضرورية ولكن كشفت عن ظاهرة التوحد المتأخر نعم هذه الظاهرة خطيرة جدا وإذا استمر الحال على أنه نبقى دايما في هذه القوقعة أتأكد باللي رح نوصل الأمور لا تحمد عقباها لماذا؟ لأن الخبراء نصحونا باللي استعمال الأنترنت في حدود واستعمالها يكون إيجابي ماشي سلبي يعني ندي وش يفيدني ونخلي وش يذرني ولازم نتعامل مع المعلومات بطريقة اللي تتخزن والطريقة اللي ما نخزنهاش حاجة ما تهمنيش مبعدها وما لازمش نقرأ التوقعات يعني ذرك مثلا الحرب الأوكرانية مع روسيا من توقعش أنا يا باللي رح تكون حرب بلك ما تكونش حرب عالمية ثالثة بلك تنطفق هذه الجمرة وينتهي الأمر يعني ما تكونش انت ما تدخلش روحك في أمر اللي ما على بالك مش رح يصرع منها الغدوة لأنه التوقعات تخليك تدخل في أمور دوامة نفسية ما تقدرش من بعدها تخرج منها أنت ذكرتي كذلك بالنسبة لأزمة جائحة كورونا قرابة أو فقط العامين هناك ممن تعرضوا أو وضعوا حدا لحياتهم بسبب الإصابات المتكررة لهم بكورونا فوضعوا حد لحياتهم لأنهم دخلوا في هذه المرحلة المتأخرة من هذا الاكتئاب الحاد أكثر المصابين بحسب المنظمة العالمية للصحة هم إناث أكثر من الذكور بنسبة 25% لماذا؟ لأن الإمرأة عاطفية الإمرأة تستخدم المشاعر تحق أكثر من الرجل الرجل يتحكم في أعصابه يتحكم في مشاعره لكن المرأة لا تحكم في نفسها مثلا نعطيك مثال مؤخرا قرية خبر عائلة من السويد من الطابق التاسع أرمعوا أنفسهم هوس تعل الإصابة بوباء كورونا الهوس يعني المرأة تكون مسوسة بالعامية مسوسة بالنظافة يعني تنظف وتعاود تنظف وتعاود تقولك أنا ما نظفتش لدرجة أنه أي شيء أي حاجة خفيفة تقيسها تقولك أنا أصبت بالمرض وهذا الشيء يأثر على النفسية على الشخص ويدخلوا في ضائرة الاكتئاب والاكتئاب الخبراء قالوا باللي ما نقدرش نتحكم في شخص مكتئب الشخص المكتئب لازم تعامله معاملة خاصة ولازم يتعالج يخضع للعلاج النفسي لأنه إذا ما خضعش للعلاج النفسي تأكد رح يضر نفسك بالما يضر الآخرين ونفتح هنا فقط قوس بأنه الفرد المصاب بالاكتئاب يجب أن يقتنع تماما أنه مصاب بالاكتئاب حتى يتم معالجته من المستحيل أنك تقنع شخص مصاب بالاكتئاب أنه يروح يتعالج قلت لك هذه الأمور صعبة جدا باش يدخل الشخص في مرحلة الاكتئاب لازم معاملة خاصة ولازم الطبيب يكون ذكي جدا باش يقدر يديله العلاج المناسب باش يخرجوا من الحالة اللي هي فيها والأسرة أو الشخص لازم يكون محيط بالأسرة اللي تعطيه الدافع أنه يتعالج وما تحسوش بأنه مريض لأنه حقيقة الاكتئاب هو مرض نفسي لكن احنا ما لازمش نحسوه باللي مريض نعمله معاملة خاصة تدريجيا إلى غاية الوصول إلى الشفاء لأنها حالة تتعالج كأي حالة مرضية ولكن ما لازمش نسكوت عنها أو نتغاضع عليها أو نخليه المكتئب ينعزل لأنه الإنعزال تاعه رح يشكل خطر على نفسه وعلى الغاير بما أنه العالم الآن يعيش تطور رهيب على كل المستويات خاصة بما تعلق بيئة تكنولوجيا أفرز ذلك بما يصطلح عليه بالمسافة الإشتماعية بين الأفراد يمكن أنها من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الاكتئاب الحاد حتى بالنسبة لمصطلح التوحد المتأخر لدى الأفراد أكيد لأننا في الأسرة الواحدة عندما الأب يروح من العمل يرفض التليفون الأم بعدما تنتهي من أشغال المنزل ترفض التليفون الأطفال نفس الشيء خاصة المراهقين كل شخص فيهم رفض التليفون حتى العلاقات صنة الرحم انقطعت بسبب التكنولوجيا لكي لا تروحي لخالتك والله عمتك والله الانترنت يتواصل معها عبر الواتساب أو المسينجر لكن أنه يروح أو زورها تم خلق حياة افتراضية موازية للحياة الحقيقية هذا تشكل خطر كبير جدا جدا على العلاقات انفصام يمكن القول أنه انفصام في شخصية الفرد لماذا؟ لأنه الشخص سيخلق النفسه شخصية خيالية شخصية خيالية ويعيش الدور التحى بأتم معنى الكلمة ويتقوقع في هذه الحالة تدريجيا يقول لي ما يحبش المخالطة مع باقي الأفراد وما يحبش المخالطة أصلا في المجتمع ينعزل عايش عالم افتراضي بمعنى الكلمة تدريجيا يصاب بمعنى ذلك هو شخصية منعزلة انطوائية تدخل في الاكتئاب ضر نفسها والضر الماير وبالعودة إلى الواقع الكثير من الأزمات التي يعيشها الفرد لا نقول الأزمات ولكن حتى بالنسبة لمتطالبات الحياة منذ خروجه من البيت وصولا إلى العمل والعودة كذلك إلى البيت الكثير من المراحل تمر في حياة الإنسان اليومية على غرار الازدحام على غرار الطبوهات أو الطبوهات التي نسجلها مؤخرا من خلال نقص المواد الغذائية عبر العالم دون استثناء أي دولة وهذا يعني هو عايش في عالم خيالي أم بعدك يعود يرجع للواقع يصطدم بواقع مارير مثلا عايش الحضارة عايش التطور التقدم فيما وقع في الأنسانات لكن عندما يروح يعني يروح يقتني مواد غذائية أو ما شابه ذلك يتفاجئ بأنه وش كان عايش راح عكس النقيض وش راح الواقع وبالتالي يوقع في صدام بين الشخصية اللي راح عايشها بين الرفاهية الافتراضية وضغوط الحياة والحقيقية نعم هذا بالضبط ما يحدث مؤخرا الطوابير عن الزيت مادة الزيت أو الحليب أو يعني في أوروبا على غير فرنسا بريطانيا كذلك في كل دول العالم راح عايشين نفس الظاهرة اللي راح عايشتها الجزائر لأننا دولة في المجتمع الدولي نعيش ونتعايش نفس الأمور لكن كيف يتعامل الفرد مع الشي اللي راح عايشه في المواقع التواصل الاجتماعي أو العالم الافتراضي نتاعه وبين الواقع أنه يفصل لازم يكون فاصل الشي اللي راح عايشه أذكرها خيال في خيال والشي الواقع اللي لازم تعيشه هذاك هو حياتك هذي كي اللي لازم تعيشها يعني لازم يفصل معلش تروح الانترنت ترفعها على نفسك معلش أنك تستفاد بأمور لكن ما تعيشش هذاك الدور اللي لو خرجت هذاك الشخصية اللي راح عايشها في العالم الافتراضي للخارج راح تتفاجأ وراح تصطدم وبالتالي مش راح تعيش مرتاح أو ما تعيشش سوي نفسيا لماذا؟ لأنه راح راح في صراع دائم بين الشي اللي راح عايشه وبين الشي اللي راح في الواقع وبالتالي لازم يفصل بين كيف شو نقوله المرحلتين المرحلة الافتراضية أو المرحلة الحقيقية الواقعية لأن الواقعية هي اللي راح عايشها هي اللي راح فيها يعني لازم كما نقوله احنا تفطن لازم تخلي روحك تعيش الواقع هناك من الخبراء الذين باتوا يقولون أن الحياة الواقعية للفرد أو الحياة الافتراضية للفرد صارت لا يتجزأ من الحياة الواقعية لهذا الفرد بدليل أن المنظمة الاقتصادية تحاول الاقتصادية العالمية تحاول من خلال كل المنتوجات وغيرها التي نراها عبر موقع التواصل الاجتماعي تأخذها على محمل الجد من أجل التأثير على عقول الأفراد وبالتالي تسويق جيد لكل هذه المنتوجات التي يقتنيها الفرد ويستخدمها في حياتها اليومية أحياناً يقتنيها عبر الأنترنت أن التسوق التكنولوجي الذي سيحدث مؤخراً أنه فعلاً كاين دول استغلت هذا الأمر للتسويق لمنتجاتها ولكن أني قلت لك فيها الجانب السلبي وفيها الجانب الإيجابي الجانب السلبي أنك لا تخليهاش علاقة التأثير والتأثر بحياتك الشخصية لازم تفصل بين الحياتين الحياة التي ستعايشها في الهاتف لأنه هاتف بمجرد ما تغلق الهاتف ستعاود ترجع لحياتك الطبيعية يمكن القول أن المنظومة الاقتصادية العالمية باتت تهتم بالجانب الاقتصادي المالي على حساب الحالة النفسية للأفراد لأنها الوسيلة الوحيدة الناجعة للتسويق لمنتجاتها خاصة أنه كل العالم راح في الأنترنت يعني لقيت وسيلة جيدة جداً للتسويق لمنتجاتها وبالتالي راح تأثر في المنظومة الاقتصادية هذا يخدم الشركات العالمية أو الدول اللي راح تستغل يعني المواقع التواصل الاجتماعي أو تستغل الاستخدام التكنولوجيا للترويج لمنتجاتها وبالتالي راح ترفع نموها الاقتصادي وهناك من الدول كذلك من اتخذت سياسة للاحتناء بنفسية أفرادها أكيد وهذا شيء جميل جداً لأنه عندما نشوفه باللي الدولة تعتني بالفرد وبنفسيته من خلال برامج التوعية من خلال برامج يعني تتعرفهم بمعنى الأمور السلبية للأنترنت والأمور الإيجابية لأنه احنا شفنا باللي كين دول وعلى غرار حتى الجزائر لازم تكون الاكثار من برامج للتوعية اهتمام الدولة أكثر بالحالة النفسية للمواطن لأنه هنا راح تخدم المجتمع ككل يعني الفرد عندما يكون مرتاح نفسياً راح يبدع في العمل راح يزيد النشاط راح حتى الاقتصاد يزدهر لكن عندما نهمله هذا الجانب النفسي ويكون تطور في الهرم المجتمعاتي كما قلت نعم كما ذكرت الزحام المروري الخانق أنا شخصياً باش نوصل للقناة يعني ثلث ساعات أو أربع ساعات في مشوار تاعة أربع ساعة بما أنك تحدثت عن الزحام هناك معطيات تقول أنه في عشر سنوات من حياة الفرد هناك منها ثلاث سنوات تكون مضيعة خلال هذا الاتماع الزحام المروري أكيد لأنه وقت كامل تقضيه في الزحام مش رح عندما توصل العمل هل رح تخدمي يعني كما يقولون تكون فيها مردودية وإنتاجية وتكون فيها نشاط أكيد لا لأنه ضيعتي وقت كامل في الطريق توصلي تعبانة توصلي حتى أنه مثلاً زملائك مجرد أنه يتكلم معك عادي أنت لأنك الضغط هذاك النفسي اللي عشته في الطريق تخرجيه مع الزملانتاعة لماذا؟ هو لا إراديانة لا إراديان وبدون شعور لأنه الشي اللي عشته في الطريق والحالة النفسي الضغط النفسي يولد الانفجار الانفجار في من؟ في العمل مع الزملاء في العمل انتاعك ما تقديش على كما ينبغي وهذا الشيء يعني من هذا المنبر لنجد كل السلطات أنهم يلقاوا حلول جذرية نهائية وانا قلت هناك الكثير من الأولى التي صارت تحتني بهذا الجانب النفسي للأفراد هذا يمكن أن تعطي فقط مثال بما خاصل الازدحام المروري هذا ما يدفع بالكثيرين خاصة فئة المراهقين من الولوج العالم الانترنت عبر مواقع تواصل الاجتماعي هروبا من الواقع المزدحم المضغوط بكل الأخبار وكذلك المعلومات التي نتابعها بشكل يومي وآني أكيد خاصة فئة المراهقين نحن لا ننسى سن بين 13 سنة حتى 17 سنة هو أخطر سن بالنسبة للطفل ودائما الطفل يدير سياسة الهروب من الواقع العوض أنه يواجه يهرب وكيفاش يهرب يدخل وين يلقى راحاً كاين أو موجود في الخارج وهذا يعني عنده سلبيات كما عنده إيجابيات إيجابيات نعم ويمكن أن أشير كذلك إلى نقطة أن الدول التي تحدثت عنها أنها تهتم بنفسية الفرد مجملها في أوروبا نتمنى من الدول العربية كذلك أن تهتم بنفسية الفرد العربية لا هو كاين دول عربية رهما مهتمة بالفرد أنا لاحظت مؤخراً في الكويت وأيضاً قطر وين برامج تثقفية برامج توعوية يعني بأهمية الأنترنت في حياتنا حقيقة الأنترنت مهمة جداً وبها اللي رأنا متمكنين بتكون السرعة خاصة في التجارة في الاقتصاد لكن بالمقابل هناك خطر كبير رهي يجي منها والدولة هنا الدور التحامل التوعية التوعية من خلال القنوات التلفزيونية المتعددة يعني يشرح الأسباب اللي يعني الأسباب اللي تخلينا ما نخزنوش المعلومات السلبية ما نخزنوش المعلومات السيئة نفصله بين العالم الافتراضي والعالم الواقع نعيش الحياتنا الطبيعية لأنه بمجرد أنه ندخله في عالم افتراضي تأكدي باللي ما تقدريش تعيش نهائياً في الحياة الطبيعية وبالعكس تحاول يطهر بي منها وتخلقي أزامات نعطيك مثال فقط مثلاً العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عندما تدخل الزوجة لمواقع التواصل الاجتماعي وتشوف يعني مجموعات نسائية أو يعني تحتك بالعالم الخارجي من خلال الأنترنت لكن عالم افتراضي لكن معذرة نعم افتراضي ولكن تتمنى أنها تلقى الشريك الافتراضي في الواقع هي بمجرد ما تنتهي وتخرج من الهاتف تلقى الزوج التاحة مشي هذاك الزوج اللي رأها يعني تشوف شخصياً تعوف في مواقع وبالتالي خلقوا أزامات هي من بين الأسباب يعني الجدية لارتفاع نسبة الطلاق في الجزائر لماذا؟ وحتى في العالم سجلنا الكثير من الحالات عبر العالم ولكن نتكلم من يعني الجزائر كمثال من الدول أنه الشخص لما يبعد على الواقع تاعه رح يصطدم بواقع رح يخليه يدخل في مشاكل لا غنى عنها في مشاكل تخليها ومرحلة اكتئاب لا يعلم متى يمكن أن يتعالج مرحب يتعالج في حالة واحدة قلت لك إذا قال احتواء من طرف الأسرة ولقى الدعم والإرادة باش يقدر يخرج منها يخرج من تلك القوقع نعم الأستاذة حاجم سعودة باحث في قضايا المجتمع نشكرك جزيلا شكر على هذه المداخلة وعلى كل هذه الإضاحات حول تأثير الأزمات على نفسية الفرد